المطورين الرعب ومع اتلاكه مع العابين الرعبية إذا عملنا نظرة عليهم إما تكون العابين عبارة عن تغذية رخيص ومشارية ضخمة تفرق إبداع أو تكون من عصول الأجارية حيث تفكر الوشتبع العابي وبعض الأجانب إن المطورين العرب إي خايص حتى بعض اللاعبين دائما يفعو عنهم بقول معاذبت سوح سمنها لكن اتلاح لسؤال جديد المطورين العرب كشرين قبل أن يجاوبوا عن هذا السؤال عليك أن تعلم أن هذا المقطع مختلفين بمقية المقاطر عن صناع العاب العرب ما في ألعاب عربية ناجح هذا يعني أن المطورين العرب سيئيش مطورين العرب مطورين العرب مخايصة مينيسار معاذبت سوح سمنها المهم طبعا دائما نعرف الألعاب ضخمة جدا من شركات الإسلامية ولكن بعضها كان الرجاح حدي عربية فيها حتى يمكن يكون ثم رئيسي في نجاحها لذلك لا تلاحظ لأمرك أن كفين موجعين ومطورين العرب عموا أشياء العالمية سواء كانت من الزمان أو في جيب للا على الأدهاب ومطور الألعاب مصر الأصل ويتابل من أقدم المطورين الذي أفر شكل قوي جدا لأعصناع تلعاب العالمية قبل أربعين سنة تقريبا كما نضمج الأساسي للألعاب بسيطة متواضعة مثل راود تايم إنكسلانجر في عام 1991 أسلسة شركة من شخصية HDBA اسمها ريزارد ومخرج لسلسلت واركرافت ديابلو تاكرافت وأنه في شخص مغربي اسمه وحمد خام موز وذلك كان مصمف ريدي في فراء يوبي صفت المغربي فأصبع مدير الفني لسلسلت أساسين كريت عن بوخريفة ومطور رابطة زياري الأصل جاكر في يوبي صفت فكان مخرج للاعبة رايمن 3 بالنسبة لي رايمن 3 كانت أحسن من رايمن 2 وأنا خلفتها بيومين أصبت مع شخصين استوديو جديد باسم بيوسف أوفوري تاور هذه استنعوا سلسلة شهيرة باسم الكراوف الذي كان أحمد مديرها ومخرجها بعدما ذكرت البعض من المبدعين العرب رأى التحدث عن محركات الألعاب مثلا عناني آنزل فري ويتمظل من أقوى محركات الألعاب في العالم الذي استمر بإصداء رخامس له ولكن هل تعلم أن الأصل هو من برمجة العربية في عام 2000 في عام 2019 اسمه مصطفى محمد من مصر صنع محرك اسمه ديجيتال في دي الذي استمرته استوديو أجربي للاعبتها جونيس أند سنة 2001 فصاد علاقة بساحة من استوديو مساحب المحرك أدى إلى تأسيس الشركة الرسمية باسم Artificial Studios اللي فتحت فرع عربي بالقاهرة وكانوا مسؤلوني في برمجة أقوى محركات الألعاب في العالم والاسم Lazy Engine ولكن في عام 2005 قمت شركة ببيعه لإبيت جيمز وتوليته إلى أنير الجفري كما أن المحرك دونيا أنجل الذي يتمر أيضا من أقوى محركات الألعاب في العالم من ناحية البصرية وأصدر من مصنع عربي مسلم تعلم في 2008 تقريبا في شخص اسمه كرمان أبو بكر تمامه لشركة كريتك الألمانية ولكن Ubisoft أشترات وعدلت وطورت بالسلسلة الأسطورية فاركراي من 2008 إلى 2002 من محركة الألعاب إلى الألعاب نصر حيث بعض الألعاب أرهيبة تكون نصرها من دعوين الألعاب فسلسلة رايمن الجديدة أساساً كان في السلسل العربي السلسلة السويلة باسم Ubisoft دارع البيضاء بيئة المغرب الذي كانت شغالي في جزعين رايمن أوريجينز و رايمن نيجينز حتى عملوا جزعين خاصة به باسم رايمن جيكلران بتعامع أستاذيو أل جيبي باستا جيمز و رايمن فستران بسنة عربي أسيق تخيل تلك النباتين أدىها بشدة جفلة رايمن جنجلران على الآيفون هنا يصد يعرفوا كيف يضعون لعبة رايمن على الآيفون لكن رايمن جنجلران كانت غير يجعلونك تشعون لعبة رايمن لأنه نفس حركته لكن كانت اللعبة رنر لأنه يدرون أن الرنر يمشون على الآيفون وهذه طريقة حلوة حق الآيفون حين بتنزل رايمن في يستران على الآيفون راح تكون الناس جنجلران وأنا متحمس له شرب السكيلتك من أول ما شفت اللعبة وأنا ألقى هارم كثبة بعيد بعيد لأنه في أشياء مفيدة لا اهتمام له خاصة أجل الآيف اللي اشتغل الفرع البغربي وهذه يلمع على النور لكن لا يشاهد مقتع عنه لكن يمكن أنه سمعت على السلسلات أرك لعبة نجلت الضخمة بعالم الفتوح ولكن ما أحد يدري أن أحد الأستاذيات الأستاذية هي السلسل مصري باسم الذي عملت مقتع عنه من زمان من الألعاب الضخمة إلى الألعاب الإندي الذي تطابر أغرب مما يعتقد من الشماء العربي فمثلا لعبة ووف أو دار الذي تطابر من أنجح ألعاب بارتي ولكن طلع السلسل من مطور ألعاب مصري كيف تريد تدعوا قصة اللعبة شوف مقطع عنها كما أنا كنا راح تستعد أن تشوف أنجح لعبة إندي عربي راح يعرف أحد وهي بو بو كما تسمع بالضبط تخيل تلك اللعبة جوال حق أطفال من صمم لبناني عربي عدد تحميلاتها وصلت إلى مئة مليون تحميه سنة 2012 وحاليا وصلت إلى أكثر من نصف مليار تحميه قطت شهرات أشهر اليوتيوبر العرب من ملايين مشاهدات إلى مئات ملايين صحيح أن في بعض الألعاب من المطور العرب نجح حد نجاح بعض مثل سلفاكتر من مصر وعلى البطوط من السلسل دار البيضاء في المغرب وعلى البطوط من الشخص واحد ولكن لم يصلوا مثلا ما وصلت إلى اللعبة الغريبة إذلك فهنيوا هذا الأمطور العربي وطبعا ريقة كافية من الألعاب المستقلة الذي لم ترى النور مثل The Octopus City و The Chainsaw Accident في البطوط المرة أخرى الآن من مقطع خاصة من تلك الألعاب أخبرون في تلك الألعاب أخبرون في تلك الألعاب إذن من طويل الألعاب غيروا فاشلي وبالعكس أفروا بشكل قوي على الصناع العالمي وإذن لماذا لم نرىهم في أعلامنا؟ للأسف لم نرى سبب الحقيقي يدي بعض الأمثلة حول المقطع بطوط السوري حول السلسل البيضاء في أساسيا الذي عاجزة عن ذكر السلسل المغربي أما يوبي صوفت عايت عنه كانت تحت اسم كيندروت بليدز وده خلى يوبي صوفت يعيد العمل على اللعبة من بداية وتسلمها لفريق مختلف وغيروا اسمها لتو ثرونز عقس ما ذكر المطويرين نصره قبل عشر سنة تقريبا 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 وهي نفسها بكل مقطع لا حل لا حلنا إلا ندعم المطوير الأنعب المدعي وحسب قول جفلم إذا ما تعرف تسوي شي لا تسوي تدري ما تتسوي لما تعرف ما تتسوي تعلم شون تسوي وشكرا للمشاهدة للمقطع وأتمنى أن تعملوا اللايك واشتراك وضغط على الجرس حتى نسيق لك كل شي ومع السلامة أهلا